موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج العالم في أسبوع نستعرض في هذه الحلقة أهم الأحداث ونستقرأ التدعيات ونحلل التطورات ونتابع سويا فيها قانون تظاهر معركة جديدة تشعل الساحة السياسية في مصر جناف اثنان بين تعنط المعارضة وشروط الحكومة لا تذهب بعيدا أثار مشروع قانون التظاهر الجديد الذي أعدته وزارة العدل المصرية ووثق عليه رئيس الوزراء حازم البابلاوي موجة انتقادات الذي عدد الحكومة المصرية لما يتضمنه هذا القرار من مواد وصفتها القوى السياسية بأنها مكبلة للحريات وتنتقس من مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير التي دعت إلى حق التظاهر السلمي وعلى الرغم من أن السلطة الحاكمة في مصر حاليا جاءت للحكم عبر تظاهرات التي خرجت في 30 من يونيو الماضي وليس عن طريق انتخابات ديمقراطية إلا أنها ساعت لإعداد قانون لتنظيم التظاهر لكنه في مضمون مواده يمنع التظاهر ويحرم الشعب من حريته والتعبير عن رأيه مما دفع البعض لوصفه بأنه قانون مفصل مواجهة التظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والرافضة لعزل الرئيس المنتخم محمد مرسي وأي تظاهرات أخرى مستقبلية تسعى لتغيير النظام الحاكم تظاهرات واحتجاجات وبوادر اعتصامات في الشارع وترددات في أروقة قصر الرئاسة إنها نتائج شهرين من العمل على قانون التظاهر الجديد في وزارة العدل تقف أمام إصدار القانون الذي كان مقررا له الطرح بعد عيد الأطحى رسميا غير أن الجدل الثائر بين مؤيد ومعارض عطل مسيرة القانون لا وقانون التظاهر يعني هو حد ذاته قانون لابد منه عشان البلد لابد يكون للبلد البلد بيد من حديد والدولة لابد يكون فيه دولة عشان يعني مظهرنا خارجيا ومظهرنا قدام العالم وكده ينفعش كل واحد بنهبه ويطلع بمظاهرات حد يتخبس له حد يروح يملك جامع المبموعة ويقول لك نعمل مظاهرات عشان يفرجوا عليهم فكده ما ينفعش ويبد أن القانون يكون ما يكونش لمعارضة لهو حد أوي ولا فيه لمعارضة طريق أوي يعني خيره المولى الوسط يكون مقنن وما يحدش من الحريات لكن لابد يكون هناك قانون يحد من التظاهرات حتى تستطيع البلد أو تستطيع مصر أن تتخدم التصادير رغبة الحكومة المصرية في طرح قانون التظاهر الجديد وتمريره على حاله تثير مخاوف في صفوف الشعب من عودة الدولة القمعية تلك التي لا تعبأ بالتفريق بين أصوات الاحتجاجات السلمية وغير السلمية غير أن أصوات تنادي بطرح القانون الحوار المجتمعي قبل إقراره حريتي بتنتهي عند بداية حرية الآخرين بمعنى أن أنا حق أن أنا أتظاهر ماشي تظاهر بس من غير ما أنك أنت تبوص المشاركات العامة من غير أنك أنت تخرب من غير ما تعمل عملية إطلاف من غير ما أنك أنت توقف المسيرة المرورية يعني أنت عندك مثلا ميدان والميدان ده هو مقتص بالمرور والسيارات أنا ما ينفعش أن أنا النهاردة أوقف المرور بحجة التظاهر لا أنا أخذ إذن مسبق زي ما قال كده القانون أخذ إذن مسبق هو بيوفر لمكان بعيد عن ازدحم المروري علشان ما أعملش تكدس مروري أكتر من التكدس اللي إحنا عايشين فيه المخوف الثائرة ترى عدم الشروع في إصدار القانون إذ ترى في ذلك استثارة للمعارضة المتمثلة بشكل كبير في مؤيد الرئيس السابق محمد مرسي غير مأمونة العواقب وترى إعادة النظر في مواد القانون تباين في أوساط السياسيين بشأن قانون التظاهر السلمي الجديد في مصر وتردد في أروقة قصر الرئاسة بشأن إقرار القانون ذاته ومخاوف في أوساط شعب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا يرجو أكثر من استقرار معتز سقر قناة الكوت القاهرة وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة المستشار القانوني والفقيه الدستوري أشرف عمران بمجلس الدولة للتعرف على رأي القانوني في قانون التظاهر الجديد وما هي الأسباب التي دعت القوى السياسية والمدنية إلى رفض هذا القانون سيادة المستشار أهلا بك سيادة المستشار ما هي الحاجة إلى إصدار قانون للتظاهر في ظل قانون الطوارئ بالإضافة إلى أن البلاد في ظرف استثنائي ولا يمكن وضع قانون بهذه الحساسية ومرتبط بمسألة الحريات في مثل هذه الظروف القانون بوضعه الحالي يعتبر ردة على الحرية ويعتبر انتكاسة لثورة 25 يناير التي قضت على الظلم التي قضت على هم كان يكسم على صدور المصريين طيلة 30 عاما من كتر الكبت عبر عنه المصريون في ثورة 25 يناير وانطلقوا ضد الظلم والطغيان والكبت وتكميم الأفواه الآن نحن نقارب أن نعود إلى مثل ما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير وهذا بالقطع يعتبر ردة على الثورة ويعتبر انتكاسة للحريات التي دفع الكثير من أبنائنا وإخواننا دمهم في سبيل أن تكون هناك حرية طيب لو سمحت لي فقط القانون الذي تسعى الحكومة المصرية المؤقتة إلى فرده هو نفس القانون الذي سعى الإخوان إلى تمريره ورفضت الحكومة الموجودة الآن ونشطاء السماح بإقراره أو تمريره فماذا تغير كل نظام يحاول الحفاظ على أركانه وتدعيم أركانه فيحاول أن يصدر قوانين تجبت الحريات وتكمم الأفواه وأنا أقول لهم لن تمانعكم حصونكم من تعبير الشعب عن إرادته فقد خرج المارد من قمقمه ولن يعود إليه مرة أخرى لا بفعل قانون ولا بفعل قمع ولا بفعل قتل إلا أن يحس الشعب بالرضاء عنده إذن سيتوقف عن المظاهرات طيب سيادة المستشار منظمة العفو الدولية انتقدت القانون واعتبرت أنه يمهد الطريق لما وصفته بسفد دماء جديدة ما هو تعليقك على ذلك؟ نسعى في الوقت الحالي إلى لملمة الشمل المصري والانتقال من مرحلة المصارعة إلى مرحلة المصالحة أي قانون يزيد من حدة الاشتباكات ويزيد من حدة وتفاقم الغضب في الشارع المصري مرفوض على الإطلاق نحن الآن لسنا في حاجة إلى قانون يزيد من غضب الشعب المصري نحن في حاجة إلى قوانين تزيد من قابلياتهم للتعايش مع الأجواء التي نحن نعيش فيها أما اللجوء إلى قوانين هي قوانين فاشية ذلك يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتفاقم العنف لأنه عندما لا يجد الإنسان سبيل سلمي للتعبير عن إرادته ربما يلجأ إلى طرق غير سلمية وهذا مرفوض لا نريد أن نعالج الخطأ بخطأ مثلي إنما العلاج لابد أن يكون بحل المشكلة من جزورها وليس بمشكلة أخرى نعم هناك حاليا قوانين معيبة ومقيدة للحريات تسعى الحكومة المؤقتة لإصدارها في مصر وعلى رأسها قانون التظاهر كذلك دستور يحمي وزير الدفاع ويجعله فوق المسائلة وفوق القانون أيضا أين مكتسبات ثورة يناير؟ ما هو الفرق بين الوضع الآن والوضع في زمن الإخوان ومبارك؟ أولا الوضع في زمن مبارك كان وضعا سيئا للغاية وضع مبارك كان كوضع سليمان مات دون أن يشعر به أحد لو لا أن سوس كان ينخر من ساعته وضع مبارك والبلد في وضع مبارك كانت كوضع سليمان كانت ميتة الاقتصاد ميت الحريات ميتة كل شيء كان ميتا ولم نشعر بذلك إلا بعد قيام ثورة 25 يناير عندما تكشفت الظروف عندما تكشفت الأمور وجدنا تفاقم للأزمات الاقتصادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكل مناح الحياة في مصر في عهد الإخوان كانت هناك بوادر للحل كان هناك سعيا حسيسا كي يكون هناك حل للمشكلات التي كنا نعاني منها هل أصابوا؟ هل أخطأوا؟ هم أن الفرصة لم تكن موافية لتحقيق كل ما يصبون إليه؟ هذه مسألة أخرى ولكن كانت هناك بوادر للحل أما الوضع الحالي فأنا أعتقد أنه ليس وضعا جيدا المشكلات عادت لتتفاقم من جديد المشكلة الاقتصادية أصبحت متفاقمة المشكلة الأمنية أصبحت متفاقمة المشكلة الاجتماعية تصاعد منحنى الكره داخل المجتمع المصري والشقاق داخل المجتمع المصري أصبح البيت الواحد فيه أخوين أحدهم يؤيد والآخر يعارض وربما يقتتلان في البيت الواحد الأحوال أصبحت متردية إلى بعد الحدود سيد أشرف البعض يرى أن إصدار مثل هذا القانون المعيب هو ردة ردة لقوانين دولة حسن مبارك المستبدة ألا يؤيد ذلك الدعاوة التي تقول أن الحكومة المؤقتة ما هي إلا نسخة معدلة وراثيا عن حكومات مبارك؟ أنا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي وصل إلى كرسي الحكم ولم يصل إلى الحكم سقط مبارك الرئيس فقط النظام كان باقيا واستمر في وجود حكم الدكتور محمد مرسي وإلى الآن هو موجود ويحكم طيب يرى بعض المحللين أن مصر في طريقها إلى العودة إلى النظام القديم خاصة مع الشائعات التي تتردد أن الفريق السيسي في طريقه للإفراج عن جمال وعلى مبارك ما رأيك؟ المسألة مسألة قانون إذا طبق القانون سوف يعاقب كل فاعل أو كل مجرم عن فعلته إذا عصف بتطبيق القانون كل من بيده السلطة يفعل ما يشاء لن يكون هناك ضابط معين لأي شيء معين سيادة المستشار هناك شائعات تتردد أن هناك انقسامات حادة داخل مؤسسة الرئاسة بشأن قانون التظاهر وأن هناك توجه لربما طرحه في حوار مجتمعي بدلا من إقراره بشكل مباشر ما مدى صحة ذلك؟ أنا أرى أبعد من ذلك أرى أنه يوجد انقسام أو لا يوجد انقسام يوجد رفض أو لا يوجد رفض قبل أن تقمعوا الحريات قبل أن تكمموا الأفواه قبل أن تضعوا قوانين تقيد من حرية المتظاهرين اتجهوا إلى حل المشكلات التي نعاني منها والتي يعاني منها الشعب لما نلجأ دائما إلى الحلول الأمنية والحلول السياسية الحلول الأمنية والحلول السياسية لن تجدي شيئا لا بد أن يكون هناك حلولا مجتمعية غير أمنية تسعى إلى وجود تصالح بين الشعب وبين السلطة وبين الشعب وبين بعضه كي تسلم الأمور جميعا أما الحصون التي تبنى الحصون لن تمانع من قدر الله ولم تمانع من صورة الشعب إذا أراد الشعب أن يقوم بصورة على حاكم ما أشكرك جزيلا الشكر كنت معي من القاهرة المستشار القانوني والفقيه الدستوري السيد أشرف عمران أشكرك على هذه المدخلة مشاهدين فاصل ونواصل بعده جناف إثنان حائر بسبب موعد عقادة أهلا بكم من جديد أثبتت الوقائع التاريخية أن فرصة الحل السياسي لأي صراع مسلح تتسعى عندما يصل طرفان نزاع الأساسيان إلى قناعة تؤكد عدم إمكانية الحسم العسكري فتصبح طاولة المفاوضات أو قرار مجلس الأمن أو جهود الوسيط الدولي خشبة النجاة لكلا الطرفين هكذا انتهت الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 وهكذا أيضا انتهت حرب البوسنة عام 1995 وهكذا انتهت حرب العشرين سنة في جنوب السودان عام 2005 وغيرها أما إذا كان أحد الطرفين قادرا على حسم المعركة عسكريا فليس هناك من سبيل للحل السياسي ولهذا السبب استسلمت القوات القوات الأرجنتينية أمام القوات البريطانية في حرب الفولكلاند عام 1982 وبنظرة موضوعية للحرب متعددة الأطراف في سوريا تؤكد أن الحالة الآن وصلت إلى نوع من التوازن لا يستطيع أي من الطرفين الأساسيين حسم النزاع نهائيا لصالحه ولا يبقى أمامهما إلا الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستعداد لتقديم تنزلات مهمة للخروج من الأزمة القاتلة التي دمرت البنية الأساسية للدولة السورية ومزقت نسيج المجتمع السوري لهذا تستعد الدول الكبرى الآن لعقد مؤتمر جوناف 2 لحل الأزمة السورية السياسيا هل سيعقد المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد؟ هل ستشارك فيه شرائح المعارضة من دون إقصاء أو استحواذ؟ كيف سيتم التعامل مع أطياف المعارضة؟ وهل سيتمكن المؤتمر من الاتفاق على حل شامل وحقيقي يخرج سوريا الوطن وأيضا الشعب من دوامة العنف والقتل والتدمير التي اشتاحت البلاد منذ أكثر من سنتين؟ هذه الأسئلة وغيرها حملتها الكوت وتوجهت بها للدكتور زكي جمعة أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية أهلا وسهلا بك دكتور زكي جمعة أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية في هذا اللقاء المتعلق بمؤتمر جريفتنين للسلام في سوريا وظروف انعقاد هذا المؤتمر أولا دكتور زكي جمعة بعد الاتفاق بين روسيا وأمريكا على تفكيك ترسانة السلاح الكيمائي السوري حصل نوع من التفاؤل في الأوساط الدبلوماسية تفاؤل باقتراب انعقاد مؤتمر جريفتنين للسلام في سوريا برأيك من أين جاء مصدر هذا التفاؤل؟ بسم الله الرحمن الرحيم المسألة هنا متعلقة بالتوازنات الدولية على الساحة الأقليمية منذ بدء مسار الأزمة السورية كان واضحا أن هناك هدف أمريكي وإسرائيلي بضرب المنظومة الدفاعية السورية والقوى الصاروخية والقوى الكيموية عندما وصلت الأمور إلى مرحلة لم يتمكنوا من ضرب القوى الدفاعية السورية والقوى الصاروخية ووجدوا أن جيش السوري يقاتل على كل الأراضي السورية ولم يفقد من قواه الاستراتيجية شيء تجهوا باتجاه واضح ومفهوم هو ضرب السلاح الكيموي محاولة تفكيك السلاح الكيموي السيطرة عليه ضربه ولذلك شهدنا مجموعة عمليات قامت بها أجهزة غير معلومة مبدئيا باستخدام أسلحة كيموية على الأراضي السورية وحاولوا توجيه الاتهام باتجاه النظام السوري المواقف السورية والمواقف الداعمة للسورية والمواقف الروسي بالتحديد كان حازم في حسم هذه المسألة وصلوا إلى اتفاق الاتفاق الذي حصل بين الأمريكيين والروس حول تفكيك المنظومة الكيموية ووافقت عليها السلطات السورية راحت الوضع نوعا ما بما يتعلق بمسألة التوازنات وما كانت تريده أمريكا وإسرائيل بما يتعلق بالمشروع الكيموي السوري الكلام حول جدوى تفكيك الأسلحة وعدم جدوى تفكيك الأسلحة هو كلام آخر ولكن عندما تحقق هذا الأمر وجد الأمريكيون أنهم حققوا شيء من التوازن داخل المنطقة ووجد الأسرائيليون أنهم أيضا حققوا شيء من التوازن فوافقوا أو ذهبوا باتجاه الموافقة على عقد مؤتمر جينيف 2 للوصول إلى نوع من التوافق والتفاهم السياسي حول كيفية حل الأزمة في سوريا هنا المسألة مرتبطة بجملة من التعقيدات يعني منسوب التفاؤل الذي يتصاعد أحيانا ويهبط أحيانا أخرى هو مرتبط بسير العمليات العسكرية على الأرض وبسير العمليات السياسية ولكن لا يستطيع أحد حتى الآن القول بأننا ذاهبون حتما الآن في الموعد الذي يضرب أو الموعد الذي تضرب له إلى عقد هذا المؤتمر وإلى الجلوس على طاولة مؤتمر جينيف 2 موضوع التفاؤل هنا سيظل يتصاعد أو يهبط طبعا لما تقول إليه الأمور على الأرض الأحداث على الأرض الصراع على المستوى العسكري والصراع على المستوى السياسي الأطراف كيف تستطيع أن تحقق هنا وهناك ستحكم هذه المسألة سير عمليات التفاؤل إلى جنة دكتور زاكي هناك حرب تصريحات بين الحكومة السورية وبين المعارضة السورية فالحكومة من جانبها ترفض حضور ما تطلق عليه اسم المعارضة السورية وفي المقابل المعارضة المسلحة عفوا وفي المقابل المعارضة السورية ترفض الحوار مع رئيس السوري بشار الأسد برأيك ما هي الحلول المطروحة اليوم لجمع الطرفين في المؤتمر بدون أي شروط مسبقة الحكومة السورية تقول بأنها على طاولة المفاوضات في أي مؤتمر دولي سواء في جينيف 2 أو غير جينيف 2 أو حتى في أي مؤتمر ممكن أن يعاقد داخل سوريا هي مستعدة أن تجلس مع المعارضة التي لها أولا وزن وقادرة على أن يكون لها تأثير داخل الشارع السوري ثانيا على أن تكون هذه المعارضة هي معارضة سورية صرفة بمعنى أنها ليست فصيل يتحرك تبعا لأجندات خارجية هذا ما تقوله الحكومة السورية يعني يريدون التحدث إلى عقل سوري مباشر يعني من عقل سوري إلى عقل سوري ليصلوا إلى حل الأزمة المعارضة لديها جملة من المشكلات وهذا ينعكس على الموقف الأمريكي وحلفاء أمريكا يعني ليس فقط من يرفض جلوس المعارضة المسلحة على طاولة الحوار هم الحكومة السورية هناك أطراف أخرى أيضا تقول بأن مجد وجلوس هؤلاء على طاولة الفوار ومن يستطيع أن يتحكم بهم أصلا إلى الآن لم يستطع المحور الأمريكي أن يوجد حل لمسألة تمثيل المعارضة الخارجية على طاولة المفاوضات في جينيف سنين هناك مشكلة تتعلق بإمساكهم بقوة هل هم قادرون على الإمساك بزمام الأمور على الأرض التي يمتلكونها بمعنى ما هي قدرة فعالية هذه المعارضة في الأراضي التي تسيطر عليها الآن هناك تقدم لجيش السوري على أكثر من محور وهناك فريق طرف آخر أيضا يتقدم على أكثر من محور يعني الجيش السوري يتقدم فيه نواحي وداعش تتقدم فيه نواحي أخرى الاتلاف المعارض الذي تقول بأمريكا بأنه سيمثل المعارضة أو ينبغي أن يمثل المعارضة ما هي قوة تأثيرها على الأرض في ظل أولا تراجع سيطرة الجيش الحر قوة الجيش الحر على مناطقه ثانيا الانقسامات التي تحصل داخل هذا المعسكر ثالثا ليس فقط على المستوى العسكري هناك انقسامات أيضا داخل الاتلاف هناك انقسامات هناك مشكلة لدى المجلس الوطني هناك مشكلة لدى عديد من الشخصيات في هذا الأمر لم يستطيعوا إلى الآن أن يحصموا من الذي سيمثل هؤلاء طيب داعش وجبهة النصرة يحققون تقدم في ميادين مختلفة هل ترضى أمريكا أو هل تستطيع أمريكا أن تقول بأنها ستقبل بجلوس هؤلاء إلى طاولة المفاوضات بغض النظر عن الموقف الحكومة السورية بطبع الحكومة السورية لن ترضى بجلوس هؤلاء على طاولة المفاوضات باعتبارهم غير سوريين ولكن أيضا هناك مشكلة في الطرف الآخر لدى الأمريكيين وحلفائهم لن نصل إلى حل هذه القضية قبل أن تحسم الأمور على ساحة القتال إذا استطاعت المعارضة التي تدعمها أمريكا وحلفائهم تحقيق تقدم يمكن أن نصل إلى مرحلة يقولون بأن هؤلاء من سيجلسون على طاولة المفاوضات مقابل الحكومة السورية وساعة إذن سنسمع رأي حاسم من الحكومة السورية حول هذه المسألة هل سيقبلون أم سيرفضون هم إلى الآن يقولون بأننا يعني الحكومة السورية إلى الآن تقول بأننا سنجلس قبالة المعارضة السورية التي ستتكلم بلغة سورية لغة وطنية سنتحدث من سوري إلى سوري ولكن مع التطورات هل سيحدث تغيرات هذا الأمر مترك للمرحلة المقبلة مؤخرا أطلق قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري تصريح حدد فيه موعد أو تاريخ إنعقاد مؤتمر جينيف 2 في حين أو هذا الأمر نفته روسيا ونفته أمريكا برأيك دكتور اليوم ما هو سبب هذا التضارب في التصريحات أو في المعلومات الوصول إلى إنعقاد المؤتمر يحتاج إلى وجود أوراق بين أيدي أطرافه إذا كان هناك مجموعة من الأطراف يمتلكون الأوراق اللازمة لإنعقاد المؤتمر والأطراف المقابلة لهم لا تمتلك الأوراق فإذن لا يوجد ضرورة لإنعقاد هذا المؤتمر حتى ينعقد المؤتمر يجب أن تمتلك الأطراف الأخرى أيضا أوراق قادرة على أن تضغط قبالة الأوراق الأخرى طالما نحن لسنا في هذه المرحلة لن نشهد إنعقاد المؤتمر عندما تمتلك سائر الأطراف أوراق تفاول عليها سنجد أن مؤتمر جينيف انعقد وبدأت المسألة تأخذ طريقها إلى الحوار الوصول إلى اتفاق إلى معاهدة إلى شيء ما دكتور بصراحة هل تعتقد يوم بأن مثل هذه المؤتمرات قادرة على معالجة أزمة كبيرة وأزمة دولية مثل الأزمة السورية؟ قد يرى البعض بأن الأمور نضجت بشكل يمكن معها انعقاد المؤتمر وقد لا يرى البعض ذلك عندما يصرح شخص أو طرف بأننا وصلنا إلى المرحلة التي يمكن فيها انعقاد مؤتمر جينيف فهو يحلل من وجهة نظره كما نحلل نحن من وجهة نظرنا حتى نستطيع أن نقول بأن المؤتمر قرر بشكل نهائي موعده نحتاج إلى أن نسمع كلام صريح من الأطراف الأساسية المعنية بهذا المؤتمر اتفاق واضح فيما بينها على موعد الانعقاد وجدول الأعمال ساعة إذن نستطيع القول بأننا ذاهبون 90 أو 80% إلى هذا المؤتمر من خلال قراءتك للمعطيات وللمستجدات على الأرض هل تعتقد بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيغيب عن لعب دور أساسي أو دور مهم في المرحلة السياسية المقبلة؟ شوف المسألة هنا لها أبعاد مختلفة كان هناك رغبة أوروبية وأمريكية وإسرائيلية بإبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن الساحة وجزء من الحرب التي شنت على سوريا هو إبعاد الرئيس بشار الأسد عن الساحة السياسية الصمود السوري وصمود الحكومة السورية والجيش السوري وصمود الرئيس بشار الأسد كان مذهلا يعني الحرب التي شنت على سوريا هي كانت حرب مفتوحة دولية واسعة المحاور استطاعت سوريا أن تواجه كل ذلك العصف السياسي والعسكري والمادي وكل ذلك الدمار والخراب وصمدت هذا الصمود يعني بأن المنتصر لا يستسلم بالنهاية طالما أن هذا الرئيس منتصر كيف سيتنحى هذه نقطة نقطة ثانية حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد متمسكون به وبدوره كيف يمكن أن يفاوضوا على تنحيته دكتور زكي جمعة أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الوجنانية شكرا لك على هذا اللقاء بهذا مشاهدين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العالم في أسبوع تقبلوا مني ومن فريق العمل أطيب المونى والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر